تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر خلال نحو عامين من بداية عام 2021 وحتى سبتمبر من عام 2022 وأفدى بيان لمجلس الوزراء بأن حجم التمويل الذي قدمه الجهاز خلال هذه الفترة بلغ نحو 5.2 مليار جنيه بينهما 5 مليارات جنيه ساهمت في تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتنهي الصغر إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه وذلك لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب والتي أتاحت عشرات الألاف من فرص العمل اليومية وأضف بيان أن الجهاز قام خلال هذه الفترة بتوفير العديد من فرص التدريب في مجال ريادة الأعمال وذلك إلى جانب تنفيذ خطة للتوسع في إقامة المعارض للتسوق للمنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهيات الصغر ودعم الصناعة ترجمة نانسي قنقر